شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية للفئات غير القادرة وعلى هامش التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين حيث تحاول الدولة حاليا تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية من أجل مواكبة التطورات وتداعيات الأزمات التي يشهدها العالم حاليا وتخفيف آثارها على الطبقات الاجتماعية خاصة من متوسط الدخل والأسل الأكثر احتياجا